في القطاع الفلاحي يتوقع أن تبلغ محاصل ولاية خنشلة من الحبوب بمختلف أنواعها مليونا وقمسمائة ألف قنطار خلال حملة الحصاد والدرس للموسم الفلاحي الجاري وسيقارب إنتاج القمح الصلب ثمانمائة ألف قنطار أي بنسبة تفوق الخمسين بالمئة من الإنتاج الكلي المتوقع خلال الموسم الحالي في الوقت الذي يتوزع الإنتاج المتوقع في باقي أنواع الحبوب الأخرى على مئة وخمسين ألف قنطار قمح لين وخمسمائة وخمسين ألف قنطار من الشعير مع إمكانية تجاوز الإنتاج الكلي في كافة أصناف الحبوب التوقعات المرسومة